الشيف التركي نسرت ينشر فاتورة خيالية لأحد زبائن مطعمه الفاتورة التي نشرها تبلغ قيمتها 615 ألف درهم إماراتي يعني نحو 167 ألف دولار وعبر الشيف الشهير عبر صفحته الرسمية بموقع انستغرام عن فرحته بطريقته الخاصة قائلا الجودة ليست باهضة الثمن طبعا هذه الصور أثارت دهشة المتابعين وتداولها النشطاء بكثرة لتنتقل من ستوري الشيف نسرت إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي اختلفت الآراء ووجهات النظر حول هذه الفاتورة والعشاء أو الغذاء الذي كلف صاحبه هذه الثروة المغردة جود على ما يبدو هي من محبي الأكل فقط قالت لصاحب الفاتورة ما يليه صراحة ما ألومه الأكل أحلى شيء بالحياة إبراهيم المنيف لم يصدق الصورة والسعر الموجود على الفاتورة متهما الشيف نسرت بالسعي وراء إثارة الجدل قائلا ممكن الشيف نسرت صارف الفاتورة من راسه لأجل الترند من بيشتري بهالمبلغ لو عاز مدينة كاملة ما وصلها السعر المغرد عادل العتيبي كان تعليقه مشابه لتعليق السابق فبرأيه أن الشيف التركي اتبع هذه الاستراتيجية لجذب فئة معينة من الزبائن لمطاعمه عادل قال بالله عليكم مصدقين هذه دعاية علشان يجلب أصحاب البزنس لزيارته في تعليق طريف قال تامر ما يلي وأنا لو تعش كبدة ثلاث أيام ينتهي مستقبلي الله المستعان أما حساب EP اختارت صاحبته أن تروي على المتابعين تجربتها الخاصة في هذا المطعم لكن المتواجد في تركيا فبرأيها الأسعار خارج تركيا مبالغ فيها المعلقة قالت يوم رحت تركيا ورحت مطعمه أخذنا كلنا 2000 ريال على 7 أشخاص وعندنا مطعم غالي خير السؤال الذي يتبدر في أذهان الكثيرين الآن أكيد هو مشترك وهو من الذي دفع كل هذا المبلغ لقاء غداء أو عشاء الإجابة عند المغرد عمر الذي كتب للناس اللي مش عارفة هذا الأسبوع في سباق فورمولا 1 في أبوظبي واليوم السائقين تجمعوا على العشاء وهيف تردهم لطالما مشاهدين أثارت الأسعار المرتفعة لمطاعم نصرة جدلا في الدول التي يملك فروعا فيها وآخرها كان في لندن عندما فجأ أحد الزبائن في سبتمبر 2021 بقيمة فاتورة عشاء بلغت نحو 50 ألف دولار شاركونا أراءكم هل يستحق هذا المطعم الفاخر كل هذا المبلغ أو هذا المبلغ الخيالي؟ ترجمة نانسي قنقر